اهلا بكم ودع منتخبنا الوطني لكرة القدم الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم بأداء مشرف وخرج متعادلا سلبيا أمام الأوروغواي في منتفيديو النشامة دخلوا المباراة بعقلية مرتاحة وتشكيلة متوازنة إلى حد ما بحسب المراقبين واعتمدوا على إغلاق المساحات أمام ملاعب الأوروغواي وكان المنتخب بحاجة لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة عبر سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الوردني لكرة القدم عن فخره بأداء النشامة مؤكدا أن التعادل مع الأوروغواي على أرضها إنجاز لا يستهان به بحث سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد كرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي فيفا في عاصمة الأوروغواي منتفيديو سبل تعزيز وتنمية العلاقات بين الاتحاد الوردني والاتحادات الاسيوية للعبة مع الاتحادات الوطنية في دول أمريكا الجنوبية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سمو الأمير علي مع رئيس اتحاد دول أمريكا الجنوبية لكرة القدم موجينيو فيغريدو ورئيس اتحاد الأوروغواي لكرة القدم سباستيان باوزو ورئيس نادي أتليتكو ريفر بليت ألفارو سيلبة وكانت تقارير صحفية تحدثت عن نية الأوروغواي توجيه الدعوة لمنتخب النشامة للمشاركة ببطولة كوبا أمريكا التي ستستضيف الأوروغواي حيث جرت العادة على توجيه الدعوة لمتخب من خارج القارة اللاتينية تعود الحياة إلى منافسات دور المناصير للمحترفين لكرة القدم اعتبارا من يوم الأحد المقبل حيث ستقام ست مباريات ضمن الجولة السابعة من البطولة التي توقفت لمدة شهر أفسحت المجال أمام المنتخب الوطني لخوض منافسات الملحق العالمي فرق الدوري سعت في الأيام الماضية إلى تحسس مواطن الخلل في صفوفها وأجرت جردة حساب لما تحقق من نتائج في المباريات الماضية ومع التحاق لعبي المنتخب الوطني خلال اليومين المقبلين فور عودته من الأوروغواي تكمل الفرق تحضيراتها التي اقتصرت في الغالب على مباريات ودية فيما بينها أو مع منتخبي تحت 22 عاما ومع المنتخب الأولمبي الجولة السابعة ستشهد لقاءات المنشية والصريح يوم الأحد يوم الاثنين الوحدات والعربي وأيضا الفيصلي وشباب الأردن يوم الثلاثة يستضيف ذات راس الشيخ حسين مع الحسين إربد مع البقعة والجزيرة يحل ضيفا على الرمثة فيما يلتقي العربي مع الفيصلي يوم الجمعة في مباراة مؤجلة غادرنا اليوم المنتخب الوطني السكواتش إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في بطولة غرب آسيا لفئة الرجال التي تنطلق غدا الجمعة وتختتم يوم الثلاثاء المقبل ويشارك منتخبنا في البطولة باللاعبين الناشئين لإعطاهم الفرصة للاحتكاك وأيضا لتعذر مشاركة اللاعبين الكبار لارتباطهم في بطولات دولية خارجية تندرج تحت مضلة رابطة اللاعبين الدولية إضافة إلى اللاعب المخضرم أحمد سراج وكل من علي عساف وإبراهيم أبو لبن وعبد القادر الجيطان وسير رأس الوفد أمين سر الاتحاد حسام بركات تحدد اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم المقررة في البرازيل العام المقبل في الثالث من الشهر المقبل في كوستا دي سويب البرازيلية مستويات المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات قبل عملية سحب القرعة في السادس من نفس الشهر وحتى الآن عرفت فقط المنتخبات التي ستكون رؤوس المجموعات وهي البرازيل المضيفة إسبانيا بطلة أوروبا والعالم ألمانيا، الأرجنتين، كولومبيا، بلجيكا وسويسرا بالإضافة إلى الأوروغواي أي أن مستوى رؤوس المجموعات يضم الدول المضيفة والمتخبات السبعة الأفضل في العالم في تصنيف الفيفا للشهر الماضي أوبح الاتحاد الدولي في بيان له عقب اجتماع لجنته التنفيذية أن المستويات الأخرى ستشكل على اعتبار المعايير الجغرافية والرياضية قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تمديد باب التصويت لاختيار صاحب الكرة الذهبية الذي يمنحها سنويا بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المتخصصة لأفضل لاعب في العالم إلى التاسع والعشرين من الشهر الحالي وكانت المهلة القصوى انتهت في الخامس عشر الماضي وستكون الفرصة التالية متاحة أمام مدربين منتخبات الوطنية وقادة هذه المنتخبات بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين لتغيير تصويقهم لتاحة المجال لمتابعة أداء اللاعبين في مباريات الملحقات العالمية ويبدو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أقرب اللاعبين للفوز بالجائزة بعد أداء هذا الموصل وتسجيله 66 هدفا وخصوصا بعد تألقه اللافت في مبارتي الملحق ضد السويد حيث سجل أربعة أهداف ذهابا وإيابا فيقود بلاده إلى النهائيات بدأت استعدادات إزالة الأنوار الكاشفة وتحويل الملعب الأولمبي في لندن إلى ملعب لفريق ويستهام يونيتد حيث تستمر التحضيرات لبناء سقف جديد في ملعب الألعاب أو ألعاب لندن الأولمبية والذي سيصبح ملعبا جديدا لنادي ويستهام يونيتد ابتداء من موسم 2016 السقف الكابولي والذي يصل طوله إلى 84 مترا سيكون الأطول من هذا النوع في العالم حيث سيغطي كل المقاعد الخاصة بالملعب الذي سيتسعى لستين ألف متفرج ومن المتوقع أن ينتهي العمل بالملعب بعد عامين من أجل استضافة مباريات كأس العالم للرقب ترجمة نانسي قنقر